ميدانيا في غزة استشهد اليوم عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا وأفادت مصادر طبية بالدفاع المدني في القطاع أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجدا في حي درج بمدينة غزة مما أدى إلى سقوط 12 شهيدا على الأقل وإصابة العشرات بجروح إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المنجاورة وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منازل في البلدة القديمة في مدينة غزة مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحة ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة وانتشار الشهداء وإسعاف الجرحة بسبب القصف العشوائي وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته ودباباته منازل في أحياء الزيتون وشجاعية والصبر شرق غزة لما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة أخرين لهيب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لم ينطفئ بعد فالعدوان الغاشم على الأطفال والنساء وحتى الرضع جاوز شهرين من القتل والحصار والتجويع خلال شهرين شنت إسرائيل أعنف عدوان على قطاع غزة خلف حتى الآن أكثر من 16 ألف شهيد بينهم أكثر من 7 ألاف طفل فسوت الأرض بأحياء سكنية دون تمييز بين بشر أو حجر ماسات إنسانية كبيرة يعيشها سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع بشماله وجنوبه وسط اشتعال الاشتباكات وحرب الشوارع بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية في يوم السابع من أكتوبر الماضي تخطى هيجان الاحتلال الإسرائيلي حدود ما زعم أنه دفاع عن النفس فقصفت قوات الاحتلال ودمرت بيوتا آمنة ودور عبادة ومستشفيات حتى أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة فأصبحت مراكز تؤوي هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا خلال شهرين راهن الفلسطينيون على أنفسهم بصمود أذهل العالم فدفن الأب ابنه وجلس الابن على ركام منزل ينظر إلى مجهول لم يأتي بعد وظهرت إسرائيل للعالم بوجهها الحقيقي فبعد أن لبست لباس الضحية المزعومة وضحت للعالم الصورة الحقيقية لإسرائيل من خلال ما يحدث في غزة حينما قصفت نازحين لبوا مكرهين أمرا بترك منازلهم والاتجاه جنوبا لم تكتفي إسرائيل بهذا فقصفت المستشفيات التي نزح إليها هؤلاء وجعلت المرضى يفترشون الأرض دون دواء أو حتى أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء أكثر من ستين يوما من الحصار والدمار والقتل والتجويع والتعطيش في ظل صمت دولي بي ليبقى الصمود الفلسطيني عنوانا لهذه الحرب غير المتكافئة بين آلة إسرائيلية تبطش ونساء وأطفال وشيوخ لا يحملون سلاحا سوى الصمود الذي أذهل العالم